فالسؤال هل تغيرت الأمور بين كانون الأول اللي هو ديسمبر وكانون الثاني اللي هو يناير هل فعلاً الأمور تغيرت سواء الساعات؟ وشو الفرق؟ أليس يعني ممكن التصميم يكون في فبراير أو في نيسان في أبريل أو في أيار في مايو وإلى آخر في أي شهر من أشهر السنة؟ وهل بالتحديد هذه الأمنية رح تكون في هذه السنة؟ سؤال الثاني طبعاً اللي منواجهه ماذا يطلب الله من الإنسان؟ إيه هو الغرض الأسمى في هذه الحياة؟ وبعدين شو هي الصورة النهائية اللي منتوقعها في هذه الحياة؟ وهل الكتاب المقدس يتحدث عن بداية الحياة؟ وهل يتحدث عن نهاية الحياة؟ وهل يتحدث عن التفاصيل اللي في الوسط خلال هذا الزمن؟ من أحداث من وقائع من نبوات يمكننا التم من أمور نستطيع أن نميزها؟ أو من المميزين الأزمنة والأوقات في هذه الأيام؟ هل فعلاً عم نشوف تغيير؟ طبعاً أكيد أنت جوابت على هذا الجواب إنه ما فيه فرق سواء يناير أو فبراير أو ديسمبر إلى آخره كل السنة هي للرب وعين الرب علينا طبعاً من أول السنة إلى آخر السنة بيهتم وبيعتني فينا وبيعتم كمان في مقتنياتنا وفي كل أمورنا بحسب تثنية إصحاح 11 الله خارج عن نطاق الزمن ولكنه يتعامل معنا من خلال الزمن من خلال الأزمنة من خلال المواسم من خلال الفصول من خلال الأيام من خلال النهار من خلال الليل فهذه كلها مواقيت يتعامل الله معنا من خلال هذه المواقيت وطبعا يعني بالنسبة للسنة سنة بتروح وسنة بتيجي سنة يمكن تتغير ولكن أحباقي الفكرة مش في الزمن أو السنة أقصد التوقيت الفكرة هو في التصميم ليست الفكرة في السنة كأنه في شيء سحري أو عمل سحري رح يتم خلال كل الأمنيات والتمنيات والتبركات مع أنه وصلنا يمكن ألاف التبركات وأنا بشكركم على محبتكم وكل هذه التبركات ولكن ليست القوة بحد ذاتها في السنة أو في الوقت ولكن كل شيء هنا في الذهن وهنا في القلب بحسب نظرتك لكل الأمور والتصميم يعني عالة متى أن عاوز أنزل في الوزن فبستنى لنهاية العام عشان أعمل تصميم وبعد يومين ثلاثة أكتشف أنه فشلت حتى في التصميم الأول أو سواء تصميم روحي أنا أوكي هاي السنة فعلا روحيا ما كنتش ماشي مية في المية مع الرب أنا بصمم في بداية هذا العام وبتشوفوا كل أنواع السايتس بقولك اقرأ الكتاب المقدس في سنة صلي يوميا في مخدعك حاول تروح على الكنيسة اشهد عن نعمة الرب وكل هاي التوصيات الحلوة الجميلة ونكتشف أنه في أول أسبوع لم يحدث أي شيء من هذا التغيير فالتغيير هو ليس بحد ذاته في الزمن في السنة في الشهر ولكن التغيير أحبائي هو من خلال الإرادة من خلال الإرادة والله يتعامل مع الإرادة الله يريد الله يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون موسيقى